السلام عليكم ورحمة الله هياكم الله وبياكم وأسعد الله وغاتكم أينما كنتم أخوة الأكارم قصتنا الليلة في غمة الروعة والجمال ورح تندهشون من سماع هاي القصة قصة عجيبة قريبة لأول مرة تسمعونها بحياتكم وإن شاء الله رح تنال أعجابكم واستحسانكم لكن أخواني الكرام أرجو منكم الأعجاب تحطونا أعجاب لهذا الفيديو وأيضا تشتركونا بالغناة بارك الله بكم وتبدأ أحداث هاي القصة من شاب اسمه أحمد عمره تقريبا شي عشرين سنة هو من أخواننا في المملكة العربية السعودية وتحياتي لأخواننا السعوديين ولكل الدول العربية والإسلامية بدون استثناء فيقول هذا الشاب أحمد يقول أنا شاب صار عمري تقريبا شي عشرين سنة وأشتغل في إحدى الشركات أنا وحيد الوالدتي والدي متوفي رحمة الله عليه وصار عمري تقريبا شي عشرين سنة وهاي والدتي قامت تلح علي تقول لي يا أوليدي أم تتزوج وأريد أفرح بيك وما عندي حدا غيرك يا أوليدي يا أحمد فهذا أحمد يأجل بالموضوع يقول هاي أما لسه بكير وعلى مهال وكذا لكن هاي والدته الأحمد يعني كانت مصرة عليه أنه يتزوج بكير لأنه تريد تفرح بظناء وتريد تفرح بولاده تقول له أنا أخاف يا أوليدي أموت وما أشوف خلفتك وما أشوف ظناك وولدك المهم أخواني هذا أخونا أحمد بعد الإصرار والإلحاح من والدته قال هاي أم خلص شوفي لبنية حلال وأتزوج ما بمشكلة المهم تمت الغسمة مع بنت هاي البنت من نفس المنطقة اللي هو عايش بها أخونا أحمد فبعد زواجه من هاي الفتاة هاي والدته لأحمد يعني فرحة فرخ عجيب غريب فرحة بجنتها أنه صار عنده زوجه هذا ولدها وهاي أيضا زوجته لأحمد بعد فترة طلعت حامل الحمد لله فهنا كانت يعني هاي والدته لأحمد ميم صدقة على حالها وتنتظر اليوم اللي تولد بيه زوجة ابنها فراحت الأيام وجدت الأيام ويقول هذا أحمد يقول أنا قمت ألاحظ على أمي أنه يعني وجهها متغير وعلى طول يعني زعلانة وما هي مبسوطة ميم مرتاحة بالرغم أنه أنا عارفي يعني وجهها بشوش دائما لكن بعد زواجي فترة قمت ألاحظ على والدتي تغيرات بوجهها ويعني ألاحظ عليها أنها زعلانة وما هي مرتاحة ميم مبسوطة فأني أقول لأمي أقول لها يمها خير إن شاء الله بيش شي مزعليش شلون شنتي وزوجتي إن شاء الله وضعكم تمام إن شاء الله أنها تعاملش معاملة زينا وكذا فهي تقول يا أوليدي والله الله يوفقها زوجتك والله يرضى عليها والله يرضى عليك يا أوليدي لكن أنا ألاحظ عليها إنها ميم مبسوطة أمي لكن شنو السبب ما أدري وهذا من عادة أحمد أخواني كل ما يروح على شغل الصبح يقبل أدين والدته وأيضا عنده هيش يعني طبيعة أو عادة يعني يقبل أغدام والدته ها يا والدته تقول له يا أوليدي ما في داعي يعني تقبل أغدامي وكذا خلاص تقبل رأسي يتقبل إيدي ما بمشكلة لكن يتقبل أغدامي هي تتمنع يعني لكن هذا أحمد مصر يقولها يما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة تحت أغدام الأمهات فأنا أحس براحة نفسية أن يمنع قبل أغدامك المهم ها يا والدته يعني تتمنع تقول له يا ابني والله ما في داعي يعني التقبيل الأغدام يقولها لا يما المهم هذا أخواني كل ما يروح الصبح على شغله يقبل أغدامها وإيديها ولما ينصرف أيضا من العمل من الشغل يقبل إيدين أمه وينزل على أغدام والدته يقبل رجلينها فراحت الأيام وجدت الأيام لكن هذا أحمد يقول ألاحظ على والدتي يعني إنها مين مبسوطة مين مرتاحة فصار عندي شكت من طرف زوجتي إنه احتمال إنه زوجتي أمال تضغط أو ازع على والدتي وهاي والدتي من النساء الصبورات اللي ما تحبي يعني تشكي أهمومها لحدا فأنا قلت لازم أراغب زوجتي وأراغب الوضع مشان أشوف يعني إيش السبب اللي معكر صفو والدتي ويقول أحمد هنا بهالفترة هايا جاني ولد من زوجتي ولدت وجابت ولد وسميته هذا الولد سميته ضياء الدين المهم مقواني بعد ما ولدت زوجتي وفترة وهذا وضع أمي ما تغير فقررت أني بدي أكتشف هذا الموضوع وعرف السبب اللي دائما يعني والدتي زعلانة ومهي مرتاحة يعني لكن هي ما تشكي لي أبدا فأنا طلعت ثاني نهار على أساس أني بدي أروح على عملي وعالشركة اللي مشتغل أنا بيها فتغبيت أنا فوق أسقيفة هاي أسقيفة أخواني الحمام مكان واحد اللي يغرب دوش الحمام تعرفونه هذا فوق الحمام منسوين هما أسقيفة مكان يعني هيش فارق فوق الحمام يحطهم بيومون وهالأمور هايا فيقول أنا استخبيت بهاي أسقيفة وقمت أراقب الوضع وأمي وزوجتي فكروني أني أنا طلعت على عملي وعلى شغلي المهم قمت أراقب الوضع وما أصدر أي صوت وبعد ما رحت أنا على أساس أني أنا بعملي شي ساعة أكثر من ساعة وما أشوف قال هاي وزوجتي قامت صيح على أمي وتقولها قومي قومي عاجوز قومي يا الله أشط في أجلت جلي قومي على المطبخ ولحظت عليها أنها صيح عليها يعني بقلة أدب يعني خاشاكم فأنا هنا مو أصدر أي صوت ولا يدرون بي ومحهد له خبر أنه أنا موجود فوق صغيفة والله أشوف هين والدتي قامت هالحرمة الشبيرة طبعا هي عمرها تغريبا يعني حول الخمسين سنة لكن هي صايرة بدينة يعني سمينة بدينة صفحة يعني يعني القومة صعبة عليها شوي القومة والحركة وكذا بيها صعوبة شوي عليها باعتبار أنها صفحة يعني زيادة على اللزوم المهم هاي أشوف أن والدتي دخلت على المطبخ وأسمع صوت الجلي وقامت تجلي وكذا وأتسمع إيش أمال يجرى ضمن هالبيت هاي زوجتي أسمحها قامت تغني وكذا ضمن البيت وهايا أمي أمال يعني تجلي الجلي وكذا وقامت تطبخ وهايا زوجتي برايحة وتجاية تقولها عجلي يلا بسرعة تقولها يلا يعاجوز حتى ما تقولها يا عم تقولها يلا يعاجوز يلا عسر خلصينا من الجلي وطبخينا الطبخ وجهزينا أنا هنا لاحظت وعرفت حقيقة أنه هاي زوجتي هي اللي مسببة يعني أنه زعل والدتي وعلى طول لاقيها مخفوثة ومي مبسوطة لكن بنفس الوقت مشكلتها والدتي أنها ما تشكيلي أبدا يعني إذن أسألها أنا أقولها شلوين زوجتي معاش تقول لي والله بنيت حلال وكويس الله يرضى عليها والله يرضى عليك يا وليدي هاي ظهر أنه والدتي يعني ما تريد تحكر مزاجي ما تريد تحكر ما بيني وبين زوجتي طبعها هاي طبيعتها يعني على المهم صارت هنا وقت صرفتي من دوامي من الشركة وطبعا أنا لاحظت أنه ما بي حركة بالحوش ونزلت من فوقها صغيفة بشيء أنه ما حدا يشعر علي ابنه والله طلعت برات البيت ودقيت الباب وفتحت لي هاي زوجتي أهلا يا هلا بحمد يا هلا حياك الله وهالوجه هالبشوش هاي زوجتي وما شاء الله عليها والله قعدت أنا بدون ما أعطيهم خبر يعني ما يدرون إيش أنا عملت يعني بغيابهم والله أخوتي وبعد ما قعدت أنا هنا استفردت بوالدتي قلت لها يوم شلونش أنت وزوجتي قالت والله الله يرضى عليها يا ولادي والله يرضى عليك بالدنيا ولا آخر فسألت زوجتي قلت لها يا فلانا أنت شلونش أنت ووالدتي قالت والله أنا مريحها 24 ساعة والله ما أخليها لا تجلي ولا تطبخ وأنا كل البيت أنا قايم على رأسي والدتك والله كل النهار قاعدة ولا شغل ولا عمل فأنا هنا اكتشفت كذب زوجتي أنه أمال تكذب علي وبنفس الوقت اكتشفت أنه والدتي أمال تخبي عني يعني ما تخبرني بالحقيقة المهم ثاني يوم سويت نفس الموضوع قلت مشان أتأكد وأكترع الشك باليغين نهائيا أيضا نفس العملية بعد ما طلعت أنا على شغلي على أساس طبعا أنا استخبيت فوق هيا صغيفة وكذلك الأمر قامتها زوجتي تقولها قومي يا عجوز عجلي ويا الله أشطفي ويا الله أطبخي وأيضا تتكلم معها بألفاظ يعني بذيئة وقل التربية المهم أخلص النهار وأيضا كذلك الأمر نزلت أنا من أسقيفة بحيث أنه ما حد يشعر علي طلعت من البيت ودقيت الباب وفتحت لزوجتي وياها لو حياك الله يعني نفس اليوم السابق سألت أنا هين زوجتي عدت عليها السؤال قلت لها أنت والدتي إشلون قالت لي والله يعني أنا شايلها على راحات إيدي وهي طبيعي وهي يعني مثل والدتي أنا عاملها زي ما عامل أمي فأنا هنا يعني ما عدا تحمل الصراحة مثل ما يقولون يعني سكر العداد معايا فأجبت زوجتي شحط قضبتها من شعرها وجبتها حطيتها مقابيل والدتي قلت لها يما شلون هاي زوجتي معاش قالت لي والله كويسة بنيت حلال الله يوفقك يا أولادي والله يوفقها قلت لها يما ليش أنت ما تكلميلي حقيقة قالت لي أي حقيقة وهاي طبعا زوجتي هنا صارت تولول والصيح وتركني من شعري قلت لها ولش أنت ما تخافين الله أقول لزوجتي أنت الله ما تخافين ما تتغير رب العالمين ليش تعاملين والدتي كذا كذا قالت لي الكلام هذا مو صحيح قلت لها أنا كذا كذا أنا عملت يعني أنا هاليومين هذنة كنت أستخبي فوق صغيفة وأنا تسمعت الكل شصار بهذا البيت فهنا طبعا ما ظل مجال للإنكار وأيضا هنا والدتي قلت لها يوم وسول في الحقيقة أنا عرفت الحقيقة خلاص يعني قالت لي والله يا أوليدي أنا ما أريد أسبب تفرغ ما بينك وبين زوجتك وما أريد أكون يعني سبب أنه يعني يصير زعل ما بينك وبين زوجتك وكذا المهم مثل ما قلت لكم أنا هي والدتي مشكلتها أنها من الصبورات واللي ما تحب تشكي أهمومها لأي شخص بالدنيا فأني هنا أخواني قلت زوجتي ضب يهدومك ويطلع معايت أروح وصلش لعند بيت أهلك وفعلا خذيتها لعند أهلها وقلت لهم الأمر كذا كذا هاي يا بنتكم أنا اكتشفت أنه كذا كذا أمالت تصرف ويا والدتي طبعا أنا مغابيل أهلها حلفت عليها وطلقتها وتركتها فهنا تركت الولد عدها يعني قلت لهم تريد هي تربى الولد ما عندي مشكلة فهنا والدها إيش قال لي قال لا احنا ما طولك أنك طلقتها وخلاص هيا بدنا نزوجها يعني زوجتك شهرين ثلاث خمسة يعني سنة بدنا نزوجها فما بي داعي أنك تحط ابنك عدنا خذ ابنك وخلي أمك تربيه قلت له وإيش علي ما بي مشكلة أنا أربي ابني وأيضا والدتي هي تعتني بولدي والله خذيت هذا ابني الزغير العند والدتي وهين لقيت أمي عمال تبكي بالبيت وكذا وهي أكثر شي اللي قطع قلبها ابني الزغير يعني والله شلت ابني وانطيته الحبابته وقضبته وقامت الشمش وتحبه وكذا ويا ولادي إيش لون تطلق مرتك وكذا وش عليه خيو أنا رضيان بهذا الوضع قلت له يا أمي ما يصير يعني هاي ما تصلح تكون زوجة إلي المهم أخواني ما لكم بطويلة أنا هنا من بعد هذا الموقف صار عندي صدمة يعني يعني صدمة من جهة النساء يعني قمت أخاف أنه تجيني يعني زوجة زي هاي السابغة وتعامل والدتي نفس المعمل لكن طبعا النساء من كلها سوا بي كثير من النساء يعني بنات حلال وتغيات ويخاف الرب العالمين لكن سبحان الله أحيانا بني آدم يعني يقع مثل ما يقولون يطب على وجهه يعني فأنا هنا صار عندي يعني عقدة قمت أخاف من الزواج خاف أنه لا تجي زوجة أتحامل أمي نفس زوجتي السابغة وظل هنا أخواني تغريبا شي أكثر من سنتين وأنا بدون زوجة وأمي هنا بهذه الفترة تقول لي يا أولادي تا أروح أخطب لك كذا أقولها لا يم أجلي لهذا الموضوع وأنا خلاص أنت اعتني لي بولدي ضياء الدين وأنا خلاص بعدين إن شاء الله الله كريم والحمد لله من فضل رب العالمين أنا عندي والدتي بالدنيا كلها يعني أهم شي عندي بهذه الدنيا هو أرضى والدتي والأخواني وراحت الأيام وجدت الأيام وأكثر من سنتين بعد طلاغي لزوجتي فهذا صاحب الشركة على زغر سني كان يحبني محبة عجيبة غريبة فمرة من المرات قال لي يا أحمد أنا بدي أروح على دولة أوروبية بيعندي صفقات تجارية وكذا وأنا حاب أخذك معايا شغلت أسبوع عشر تيام ما أنت أخر إذا تريد تروح معاي يعني روح تسلى على هالطريق بروح وبجي هو يحبني يعني يحبني محبة عجيبة يعني قلت له إيش علي معالمي أنا أريد أستأذن من والدتي وإن شاء الله خير قال زين يعني يعني هنا أخواني ثاني يوم رح سألت والدتي قلت له يوم كذا كذا الأمر هذا صاحب الشركة بيعنده سفرة على دولة أوروبية عنده بعض الصفقات التجارية ويريد أنه أرافق معها بروح وبجي وكذا وانترافق فقالت لزين يا أوليدي ما تأخر قلت لها شاء الله تسبو عشر أيام بإذن الله أكون عندك قالت لزين الله يوفق والله يرضى عليك والله يا أخوة وبعد يومين وسافرنا أنا وصاحب هذه الشركة على تلك الدولة الأوروبية فلما وصلنا هناك وتسلينا أنا ويا على هالطريق روح وجي لكن أخواني صار معي موقف بهذه الدولة اللي رحنا عليها يعني شغلة عجيبة قريبة أخواني بعد ما وصلنا تلك الدولة الأوروبية وبعد يومين قلت له المعلمي أريد أروح يعني نزهة أريد أتفرج على هالبلاد يعني مرة وجيت على هالدولة ما أطول يعني وأرجع لك وأني ما عارف يعني بالمنطقة هاي اللي رحنا عليها بالدولة لكن آني وجيد اللغة الإنجليزية بطلاغة فرحت قمت أسأل على أماكن القريبة طبعا ما أريد أبعد بعيد هالحوالي أسأل على هالمناطق السياحية وكذا وقمت أتفرج وأدور بهالمنطقة اللي حوالي قريبة عليها وأثناء تجوالي هنا صار وقت صلاة الظهر فسألت حوالي هالناس أنه وين بي مسجد أريد سألت عدة أشخاص واحد منهم قال لي تروح على المكان هداك تلاقي بمسجد تروح صلي به المهم أخواني رفت أنا توضيت وجهز حالي للصلاة أنا رفت طبعا قبل وقت الصلاة بفترة بسيطة لكن أخوتي أصدم أنه وقت صار الآذان هذا المؤذن أذن آذان نجدي يعني نفس آذان وطريقة الآذان النغمة يعني أو الآذان السعودي تعرفون يعني الدول العربية ترى كل دولة يعني إلها مثل النغمة يعني بالآذان هو الآذان كل واحد ما يختلف شي لكن بيختلاف يعني بالآداء ما بين مثلا الآذان المصري ما بين الآذان بالسعودية ما بين الآذان بسورية مثلا يعني تلاقي بيختلاف بالنغمة بالأسلوب المهم أنا لاحظت أن هذا الآذان نفس آذان مكة المكرمة فأنا شدت انتباهي هذه النقطة فبعد ما خلص الآذان فجيت أنا عند هذا الرجال المؤذن سلمت عليه قال لي يا هلا حياك الله طبعا أنا تكلمت معاه باللغة الإنجليزية أنا أفكر أن هذا المؤذن أنه أجنبي يعني يعني مسلم لكن أجنبي لكن المفاجئ يا أخوة طلع هذا المؤذن سعودي وأيضا من نفس المنطقة اللي أنا موجود بها هو هذا أخونا أثمد من حوالي مكة يعني من منطقة قريبة على مكة المكرمة المهم سلمت عليه وقمت أتكلم معاه باللغة الإنجليزية قلت له عمي أنت سعودي شي قال ليش يعني سؤالك ابن أخوي مشانش أملت سألني إيش السبب يعني قلت له مجرد سؤال يعني أنا من مكة المكرمة وأنت آذانك نفس طريقة الآذان ونمط الآذان عندنا بمكة المكرمة قال لي أنت من وين من مكة؟ قلت له والله يا عمي أنا من المنطقة الفلانية بالتحديد قريبة على مكة المكرمة لكن المفاجأة أخواني أنه هذاك الرجال المؤذن لما نسمع وعرف اسم المنطقة اللي أنا يعني عايش بها دموع ومشان على خدوده فورا كأني ضغط الزر يعني فورا قام فقر وقام يبجي ويحضني هذاك الرجال هالشايب وقام يحبني ويغبن ويريدي يقبل إيدي أنا طبعا يعني شاب يعني من جيلة ويلاده لهذاك الرجال طبعا أنا سحبت إيدي وما رضيت أن يقبل إيدي يعني لكن استقربت يعني من طريقة تصرفه ما هي طبيعية فقلت له يا عمي بيشي ليش يعني أما تتصرف كذا قال لي تعالي أقعد معايا شوية بهالغرفة هايا غرفة المؤذن أريد أتكلم معاك شوي والله وقعدتاني وهذا الرجال بغرفة المؤذن وسكر علي الباب طبعا هنا بعد أداء الصلاة وشنا مخلصين الصلاة يعني المهم قعدتاني ويا وقال لي يا ولدي أنا من نفس منطقتك اللي أنت مغيم بيها بالمنطقة الفلانية قريبة على مكة المكرمة وأنت يا ابني من بلادي واحتمال أنك يا ولدي يعني تقرب لي طبعا هنا أخواني هذا الرجال قام يتكلم معاي باللقاء القربية باللهجة السعودية يعني وهذا الرجال يا أخوة أثناء تكلمه معاي دموعه ما وقفا وهو يبشي دموعه ما شات على هدوده ويناظر لي وتعال يا ولدي وقعد هين جانبي وقعد بحرفي فقلت له يا عمي أنت ما دامك من السعودية ومن نفس منطقتي إيش جابك على هايا الدولة الأوروبية ليش مقيم هنا يعني إيش السبب فهين أخواني تبدأ أحداث قصتنا المهمة يا أخوة هذا الرجال المعذن يقولوله أبو سعود فيقول هذا أبو سعود قال لي والله يا ابني يا أحمد أنا وحيد لأمي وأبويا والدتي والدي متوفين وفي أحد المرات طالع على الصيد يعني أنا عندي هواية أحب الصيد المقناص فطلعت أنا وواحد من أصدقائي هو يكون قرائبي يعني من نفس البلدة يعني فطلعنا على الصيد أنا وياه وعلى المقناص وخذينا معانا إسلاح هذا إسلاح يعني مشان الصيد تفنقة هاي يقولولها المهم وأثناء ما رحنا على الصيد آني وهذاك ابن عمي وعن طريقة الخطأ هاي كان بيطلغة يعني ببيت النار بهاية تفنقة وكنت آني جالس بحرف هذاك الرجال وعن طريقة الخطأ وإيدي كانت على زنادة تفنقة المهم حركتي دي كذا يعني أنا مو غصدي وما عارف إنه بيطلغة ببيت النار لكن سبحان الله بني آدم يعني جل من لا يسهى ولا ينسى وما أدري يعني المهم حركتي دي وتنطلغة طلغة من بيت النار على صدر هذاك الرجال على قلبه مباشرة هذاك كان يعني مسافة قريبة جدا مني وتضرب بصدره وإذ هذاك الرجال يرتمي على ظهره وقام يفتح بيثمو والله قمت عليه إذا تيت حالي عليه يا ابن عمي يا قرابتي يا صديقي إيه صار معاك كذا ما عارفي أنا تلبكت يعني أنا استغربت إنه كيف طلغة تطلع من بيت النار ما أدري يعني ما لي خبر إنه بيطلغ ببيت النار سبحان الله عن كل شي عن طريقة الخطأ يصير المهم قمت خذيت هذاك الرجال وشلته وقلت أخذه يعني اللي عنده هلو مشانه نجبله دكتور نجبله طبيب يتطبب عليه يلاقي له حلل هاي الخردق اللي هالرصاصة أو هالطلغة هاي اللي دخلته بصدره المهم ما مشيت بيه شوي ويفارق الحياة هذا الرجال طبعا هذاك الرجال كان من أغزل الأصدقاء على قلبي فأنا جدا حزنت عليه وبتشيت عليه باتش يعني الشيء مطبيعي لكن المفاجأة إنه هذول أهلو بعد ما وصلهم الخبر وطبعا أغامهم التعزية ودفنهم هذاك الرجال لكن المشكلة إنه أهلو الصديقي يعني ما كانوا مصدقون إنه هاي عن طريقة الخطأ طلعت وكذا يقولوا لي أنت قاصد متعمد بقتلك لفلان يا أخي والله أنا قتلته عن طريقة الخطأ وما أدري وما أدري يعني أنه بيطلغ ببيت النار وكذا المهم ما كانوا يصدقوني فتدخلت هنا العالم وكان بدهم يجرون القصاص عليها لكن بعد ما تدخلت البشار وكذا وقالهم يا أخي هذا الرجال يعني صديق له يعني يعني العرفه أنه هو وفلان الغتيل من الروح للروح أحباب وصحاب وما بعدوات يعني سابغة ما بيناتهم فقررهم هذول أهلوا للقتيل أنه يسامحوني لكن على شرط أني أترك المملكة العربية السعودية قالهم على شرط أنك تترك البلاد هذا كله وتهاجر إلى غير دولة وعيننا ما شوفك نهائي هذا شرطنا الوحيد فيقول هذاك الرجال السعودي المؤذن يقول يا أوليدي يا أحمد أنا من هذاك اليوم من شي خمسة وعشرين سنة تركت بلادي وجيت أنا وزوجتي إلى هاي الدولة ومن هذاك الوقت أنا مغيم بهذه الدولة قلت له عمي أنت إيش أمال تشتغل كذا قال لي والله يا ابني أنا من قبل ما يصير معاي هاي القادسة أنا شنت يعني مؤذن وما تركت الآذان الحمد لله أجي على هالمسجد أأذن بهالمسجد وأقيم الصلاة وإذا إمام المسجد يعني مو موجود أنا أصلب الموجودين لكن أنا كان بي عندي عقارات بسعودية فلما انتركت البلاد وجليت يعني على هاي الدولة هاي بعت كل شي عقارات عندي واستثمرت هاي الفلوس يعني بهاي الدولة اللي أنا مغيم بها فالحين أنا بي عندي شركة والحمد لله أمور المادية جدا يعني ممتازة وهذا الرجال المؤذن من الأثرياء ومن الأغنياء لكن هو بنفس الوقت على تقوى وعلى آذان وعلى صلاة وعبادة يعني مثل ما قال المثل نعمل مال الصالح للرجل الصالح المهم أخواني هذاك الرجال المؤذن قال له يا أوليدي يا أحمد أنا بدي أعمنك أمانة وأرجوك أنه توصل هاي الأمانة لها لها وأريدك يا ابني يا أحمد تروح لعند أهل الغتيل وتطلب منهم السماح أنهم يسامحوني ويصفحون عني مشان أقدر أرجع على بلادي وأرجع على مكة المكرمة وهنا أثناء كلام هذا الرجال المؤذن قال له يا ابني يا أحمد تراب الوطن ما بأغلى من تراب الوطن فيقول أحمد قلت له خلاص يا عمي أنا والله رح أبلغ هذا الكلام لأهل الغتيل طبعا هذا الرجال أبو سعود المؤذن قال لي على اسم القبيلة قبيلة الغتيل وشرح لي كل التفاصيل فيقول أحمد أنا بعد ما قابلت هذاك الرجال ارجعت طبعا على الفندق اللي مقيم بي وأنا وصاحب الشركة اللي أنا جيت معاه وبعد كم يوم ارجعنا أنا وياه على السعودية ورجعت على منطقتي فيقول أحمد أنا جيت لعند والدتي وقلت لها يوم أسألش عن بيت فلان من القبيلة الفلانية هذول عندهم شاب وهذا الشاب قتل وكذا إيش غستو قالت لي والله يا ابني هاي السالفة قديمة ومن زمان من أكثر من 25 سنة وشرحت لي والدتي نفس القضية نفس القصة اللي تكلم لي عنها ذاك الرجال فقلت لها يا أمي تعرفين أنا مين قابلت سفرتي على هاي الدولة الأوروبية قالت لي مين قلت لها يا أمي أنا كذا كذا القصة صارت معاي مع الرجال هذاك اللي اسمه أبو سعود فقالت لي خير يا ابني تروح عند أهل القتيل وتبلغهم هاي الرسالة عسى أنه الله سبحانه وتعالى يهديهم ويسامحون أهذاك الرجال لكن يا ابني أحمد تروح تاخذ صاحب الشركة اللي انت رحت معاه على تلك الدولة قلت لها يوم تامرين فيقول أحمد أنا رحتل عند صاحب الشركة قلت له يا عمي السالفة اللي أنا قلت لك عليها والدتي تقول لي أنه من الأفضل أنك تكون معايا فقال لي زين يا أوليدي أنا ما عندي أي مانع الروح هاني وأنت اللي عندها الجماعة وعاسى أنه الله يهديهم ويصفحون عن هذاك الرجال وفعلا يا أخوة رحنا أنا وصاحب الشركة اللي عند أهل القتيل وبعد ما قعدنا عندهم وهذا صاحب الشركة معروف يعني بالمنطقة ورجال عليه القدر والغيمة وهو كان يحبني يقدرني يعني زي ويلاده كان يعملني غير معاملته الموظفين ما أدري ليش المهم أخواني بعد ما قعدنا أنا وصاحب الشركة عندها الجماعة وقلنا لهم كذا كذا سالفة وهيش هيش حصل معايا وهذاك يطلب السماح من الله أمكم أمكم تصفحون عنه فهذاك الرجال أخواني اللي كان شرط شرط على ذلك المؤذن أنه يعني يسامحه بالغصاص لكن على شرط أنه يترك البلاد يتركه سعودية نهائيا هذاك الرجال كان والد الغتيل لكن بعد مقتل ابنه بعد سنوات توفى هذاك والده رحمة الله عليه فهذولا أخوته للغتيل كلهم صغار يعني شانم فهين طبعا كلهم صار شباب وكبار بالعمور رجاجيل يعني وهينا أيضا أولاد الغتيل بهاي الفترة كلهم صايرين شباب فهينا بعد ما شرحنا لهم السالفة وشلون هذاك الرجال يبتشي وكذا وأما النهاية الأمانة وشرفنا لهم الموضوع قالهم خلاص خلاص خيو أحنا ما عدنا أي مشكلة أخنا مسامحين بدم والدنا وأكيد هو ما كان يقصد أنه يقتل والدنا يعني بالعمد لكن والد الغتيل اللي كان شارط هذاك الشرط انتغل إلى رحمة الله تعالى وأحنا من طرفنا كل يتنأم مسامحين لهذاك الرجال أبو سعود فإذا يريد يرجع على بلاده وعلى منطقته الله محيي وعف الله عما مضى فيقول أحمد أنا لما سمعت هذا الكلام من أهل الغتيل فرحة فرحة يعني شيء لا يوصف الله وكيلكم أكثر من فرحتي بيوم زفافي المهم أخواني هذا صاحب الشركة قال لي يا ابني يا أحمد أنا بيعندي سفرة على نفس تلك الدولة بعد شيء تقريبا 15-20 يوم أيضا بيعندي سفرة فبدي أخذك معايا مشان نبلغ ذاك الرجال تبلغوا بالسانك ونروح أنا وانت نبشروا بهذا الموضوع طبعا هذا الكلام أخواني قديما يعني السالفة قديمة فيقول أحمد يعني رجعت على البيت وبشرت والدتي وأيضا والدتي انسرت يعني بهاي البشارة وفرحت فرحة شبير على هذا الخبر السار المهم أخواني بعد فترة بسيطة 15-20 يوم ونطلع أنا وصاحب الشركة على نفس الدولة ومباشرة أرحنا أنا وصاحب الشركة على نفس الجامعة هذاك المسجد وانتظرنا وقت الصلاة وفعلا وإذ أنه هذا عمي أبو سعود جاي على آذان وبعد ما أقام الآذان وبشرنا هاي البشارة أنا وصاحب الشركة وهذا عم أبو سعود قام يبتشي وقام يتشكرنا ويريد يغب الإيدي يريدي يغب الإيد صاحب الشركة ويقولنا أنا ما عارف إيش بدي أجازيكم وأكيد أنهم سامحوني خلاص يعني قلنا له والله سامحوك وقالهم أنه أبو سعود إذا يريد يجي على بلاده وعلى منطقته الله محيي وعفى الله عما مضى وأكدنا له هذا الكلام المهم أخواني فهذا أبو سعود المؤذن أعزمني آني وصاحب الشركة قال تفضل معايا ضيوف على بيتي وفعلا يا أخوة رحنا وضفنا ذاك الرجال وكثر الخير وسو وليمة ما شاء الله وجابها الفواكه ومحتفل بينا ويا أهلا وسهلا بيكم وكذا لكن أخواني هذا أبو سعود رفض أنه إحنا الروح نام بالفندق قال أنه أنتم شم يوم بدكم تظلون هنا قال له هذا معلمي أنه شغلت أسبوع بدنا نرجع على السعودية قال خلص أنتم بهاي الفترة أنتم ضيوف عندي وظلينا ضيوف عند هذا الرجال هالأسبوع هذا طبعا هذا أحمد أثناء هذا الأسبوع يروح أحمد هو وصاحب الشركة بالنهار لأن هذا صاحب الشركة مثل ما قلت لكم عنده صفغات تجارية وكذا لكن عند أذان المغرب يجون على بيت هذا بسعود يسهرون ويتعللون وينامون عنده فيقول أحمد أثناء جلوسي يعني هالشام يوم عرفت أنه هذا الرجال أبو سعود ثري وعنده شركة وغني من الأغنياء يعني وبنفس الوقت أخواني اللي لفت نظري أنه هذا أبو سعود معمر بيته على الطراز السعودي وطبعا هذا أبو سعود المؤذن عرف غصتي وعرف غصة والتي وأنا كيف أنا تزوجت من قبل وكذا كذا صار معاي وكيف كانت زوجتي اتعامل والتي والتي ما كانت تشكيلي يعني شرحت له كل غصتي وأيضا أنا عرفت يعني كل تفاصيل حياة هذا أبو سعود يعني فترة هالأسبوع نقعد ونتكلم وكذا وبعد ما خلص هذا الأسبوع وخلص شغل معلمي يعني بتلك الدولة وبدنا نرجع بناله لهذا أبو سعود المؤذن لازم نرجع سوى وبدك ترجع معنا أنت وعيلتك وولادك طبعا هنا أخواني هذا أبو سعود ما عنده ولاد عنده بنت وحيدة أمرها تقريبا شيء ستعشر عشرين سنة المهم أخواني اتفقنا على هذا الراي ورجعنا كل أيتنا سوى أنا وهذا صاحب الشركة وأيضا أبو سعود المؤذن وزوجته وبنته الوحيدة ولما رجعنا على السعودية ورحنا مباشرة عند أهل الغتيل فتم استقبالنا بحسن استقبال وهل لمبينا وأيضا تمت المصافحة ما بين أبو سعود المؤذن وما بين هذولاك الجماعة وقالوا له خلص يا أبو سعود عفو الله عما مضى وإحنا سامحناك لوجه الله تعالى واللي كان معارض على السماح اللي هو كان والد الغتيل انتغل إلى رحمة الله تعالى وإحنا كله يتنأم سامحينك لكن أخواني الصدمة الشبيرة اللي ما توقعتها يعني إحنا أثناء جلوسنا بديوانية وهالناس كلها مجتمع وكذا هذا عمي أبو سعود يعني قدمه فرحان ومبسوط ومو مصدق أنه رجع على بلاده ورجع على وطنه وعلى تراب الوطن فهذا نادى بعلى صوته قال اشهدوا من رجاجيل واشهدوا من عالم وعلى مسامعكم كل أيدكم أني زوجت بنتي نورة الوحيدة لهذا الشاب أحمد إذا يقبل بيها فيقول أحمد يقول أنا لما سمعت هذا الكلام تفاجأت يعني قال لي شرايك يا ابني أحمد ترى إذا موافق أنت جدتك بنتي نورة لا وراها ولا جدامها فقلت له يا عمي أنا لي الشرف ولي الفخر يعني أني أتزوج بنتك نورة فهين أخواني كل الموجودين قال مسمعونا الفاتحة على نية التيسير والتوفيق على زواج أحمد من هيا البنة نورة بنت هذا الرجال أبو سعود وهين كل الموجودين قرين الفاتحة وقال ما نمصدق يعني متفاجئ بهذا الأمر يعني ما نمتوقعه المهم أخوتي أنا جيت عند عمي أبو سعود قلت له يا عمي أنت قلت لبنيتك أخاف أنها يعني ما توافق عليها يعني وأنا فغير وأنا رجال موظف على قد حالي يعني قال لي يا ابني أنا استشاريت وقلت لبنيتي هذا الأمر وهي موافقة من زواجها منك وأنا شرحت لها عن أخلاقك وعن أدبك وكذا وشرحت لها كل غصتك وهي موافقة وما عدها أي مانع المهم أخواني فتمت الأفراح والليالي الملاح وتزوج هذا أخونا أحمد بهاي البنت اللي اسمها نورة بنت أبو سعود المؤذن ويقول أحمد بعد ما تم زواجي من هاي البنت نورة والحمد لله من فضل رب العالمين طلعت بنت حلال وكويسة ومؤدبة وأيضا الله سبحانه وتعالى كافأني بيها إنها كانت هاي البنت نورة من حفظة كتاب الله عز وجل كان والدها يعني على دين وتقوى هذا عمي أبو سعود وكان محفظها كتاب الله عز وجل والحمد لله الله عوضني بهاي الزوجة الصالحة فيقول أحمد بعد فترة بسيطة هذا عمي أبو سعود راح على تلك الدولة الأوروبية وصف أملاكه وباع الشركة وباع البيت هناك بتلك الدولة واشترى بيت بنفس المنطقة اللي احنا مغيمين بها وأيضاً فتح شركة بنفس المنطقة اللي احنا مغيمين بها والحمد لله الله أكرمني بثلث ويلاد وبنت من زوجتي نورة لكن بعد زواجي من نورة فترة تقريباً شيء سبع سنين هذا عمي أبو سعود مرض مرض شديد وعلى أثر هذا المرض انتقل إلى رحمة الله تعالى وأيضاً حماتي أم زوجتي بعد وفاة عمي أبو سعود رحمة الله عليه بشيء ثلاثة شهر تقريباً انتغلت إلى رحمة الله تعالى أنا حزنت عليهم يعني حزن شديد لكن غدر الله وما شاء فعلاً فهنا أخواني هاي زوجة أحمد نورة ورثت كل الأموال اللي كانت عند والدها وهذا أحمد صار هو مدير الشركة والأموال أيضاً بين إيديه وعايشين هو وزوجته نورة بحب وبداد وسعادة والحين هو من رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية ويسلم على كل السامعين ويقول الحمد لله رب العالمين من فضله ولأني ما رضيت المهانة على والدتي من طرف زوجتي الأولى الله سبحانه وتعالى عوضني بزوجتي نورة هالزوجة الصالحة وأيضاً الله سبحانه وتعالى فضل علي بالمال والأولاد الله يرزق كل سامعين إن شاء الله من فضله والله يعطيكم أمرادكم وهذه غصتنا الليلة أتمنى أنها نالت أعجابكم واستحسانكم وأرجو منكم أخواني الأعجاب لهذا الفيديو واللي مو مشترك بالغناء أتمنى أنه يحط اشتراك وما تنسون أخواني اتفعلون زر الجرس ليصلكم كل جديد ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله والله يعطيكم العافية